يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة وأخيرا يتكلم وأخيرا رد وأخيرا أدلى بدلوي محمد صلاح يرد على كثير وكثير 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 من الانتقادات بين قسين الهجوم عليه الفترة الماضية محمد صلاح النهاردة كتب تويت نازل على كل الأكاونت بتاعته على السوشيال ميديا وقال فيها أنا بدأت مبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجة ممكنة علشان أكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية وبرضو بص كتب لك إيه وبرضو بحبها وبحب ناسها حاولوا أكتر تاني بدأت مبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجة ممكنة علشان أكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية وبرضو بحبها وبحب ناسها وحدت عالم مصر عشان ما حدش تفتك اللي هو بيحبها وبيحب ناسها دي يقصوا بيها انجلت له ولا حاجة تفاهميني الناس على طول إيه حقا ده كتب إيه حاولوا أكتر وبعدين جاب لك إيه بقى قال لك إيه ليموجي ده بيطلع لسانه للجماهير المصرية يا عم لأ أكيد بيطلع لسانه لبعض الناس بينك وصين كده اللي كانوا قصدين وليهم أهداف في الهجوم والنقضة على صلاح أكيد مش لينا وإلا ما كانتش قال قبلها على طول برضو بحبها وبحب ناسها فاهم؟ في حد نهار ده بيقول لك إيه هو يعني إيه الكلام ده اتحرف تمامين ده لدرجة إنه الناس قلت لك إيه هو ما كانتش قدر يعني يعمل برنامج العلاج والتأهيل هنا هو العلاج والتأهيل هناك أحلى ناشي هارجع للسورة دي تاني بعد شوية بس أقول حاجة أو خلوها معايا شوية خلو السورة دي لطيفة معايا يا جماعة بكل بساطة وهدوء ودون مناوشات محمد صلاح ده أسطورة كرة القدم المصرية أهم لاعب في تاريخ مصر ملاش علاقة بالحب والكرة ليه علاقة بحجم الإنجازات وحجم التأثير على مستوى منتخم مصر وعلى مستوى تأثير محمد صلاح اللاعب المصري في ملاعب كرة القدم في العالم ومع فريقه على مستوى البطولات وعلى مستوى القارة وكل شيء إحنا بنجادل وأنا نتناقش فيه ده واحد اتنين مرة أخرى يا فندم حضرتك لك كل الحرية كل الحرية في انتقاط صلاح في الزعل من صلاح قول والله يا صلاح كان المفهود يكمل مع منتخم مصر اتفقنا واختلفنا براحتك أنا بس مستغرب فكرة إنه الناس اللي تيجي تقول مثلاً إيه يعني مثلاً تقول محمد صلاح ده لاعب عظيم وأسطوري يقولك إيه الحق ده بيطبل لمحمد صلاح يعني أولاً محمد صلاح ده زي ما قلت لك أهم اسم في تاريخ كرة القدم المصرية وربما أهم اسم في تاريخ الرياضة المصرية تاني حاجة إنه محمد صلاح هو لعب مؤسر مع منتخم مصر من 2012 هو هدف منتخم مصر أكتر لعب عمل أسستات وقت اللاعب الشارك في مباريات مع منتخم مصر يعني هو كمان لم يقصر مع منتخم مصر محمد صلاح هديك بس حاجة كده إيه تبقى عارفها يعني برضو من الكواليس هديك يعني محمد صلاح لا عنده علاقة بإعلامين مصريين ولا بصحفين مصريين وأنا منهم يعني ما ليش علاقة بمحمد صلاح خالص وإحنا كإعلاميين أو صحفين مصريين نتعامل مع محمد صلاح زي ما بنتعامل مع ميسيو كريستان ونالدو اللي هو نقول رأينا فيه من بعيد كده سواء سلباً أو إياباً وهو غالباً مش هيخب باله من إحنا بنقول إيه ومش فارق معنا هيقول إيه وبعدين إحنا لما نتناوش لو تفتكروا من كم سنة كده على ميسيو كريستان ونالدو يطلع أقول لك مثلاً إن كريستان وعظم لعب في العالم فأنت تقول لي لا أنت مش معم حاجة ده ميسيو أعظم لعب في العالم والعكس صحية نحن نتعامل مع محمد صلاح إنه كده ده لعب عالمي يعني مفيش حد عايز تطلب محمد صلاح عشان محمد صلاح هيديله حاجة هيديله حوار هيجيب له تسكرة مجاناً في مباراة الليفربول في إنجلترا هيطلع معاه في اللقاء وبعدين نهارده كنت كاتب كده يعني كاتب إن إحنا يعني محظوظين إن إحنا عشنا الفترة بتاعت محمد صلاح إحنا إحنا الجيل له محظوظ إن إحنا كان عندنا لعب مصر عظيم زي محمد صلاح ده بيكسر الدنيا في أوروبا فليت واحد بقيت ليه بقيت ليه آه يا عم إنت عايز عايز يسفرك معاه قال ليه قال لي إنت عايز سافر معاه اليونان الصيف الجاي قول بقى إنت عايز سافر معاه اليونان الصيف الجاي إحنا مش بتاعيونان يا عم إحنا مش بتاعيونان نروح بلطيم مثلاً يعني مع حزا القوم زي الصورة اللي أم حطنها دي حطن لي صورة فيها حزا القوم حلو يا جبا هو كده بالزبط عايز ياخدني معا اليونان بتكبروا الموضوع آخرنا كده هنطلع على بلطيم يعني حلو بلطيم دي برضو بصراحة المرحاش يعني بقى يروح ويزور